زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مجموعة سهل انصاب الجوية التابعة لجناح الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للاستطلاع الجوي في سلاح الجو الملكي واستمع جلالة القائد الأعلى بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي إلى إجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية والخطط المستقبلية للتطوير وتابع جلالة الملك تمرينا لطائرة إير تراكتر المخصصة لمهام إطفاء الحرائق والتي دخلت الخدمة أخيرا كما اطلع جلالته على تجربة سلاح الجو الملكي في تعديل طائرات الإير تراكتر إلى بي بي اي بلوك أربعة لرفع قدراتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح بما يلبي متطلبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجل جلالة الملك في مختلف أقسام المجموعة واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة العمل التي تنفذها كما اطلع على التطوير والتحديث الذي شهدته طائرات السلاح وأشاد جلالته بمرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي معربا عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المناطة بهم وجهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار وأبدأ جلالة الملك اعتزازه بالإنجازات التي تحقيقها مرتبات سلاح الجو على جميع المستويات مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري من خلال تبادل الخبرات العالمية موسيقى